يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كلها كمساعة وإن شاء الله الحلم يتحقق بإذن الله بإذن الله مع النادي الأهلي نصق مليون في المية النادي الأهلي اللي عودنا على بطولات وإنجازات وأرقام وكل الأمور العظيمة يخلينا نحلم معاه زي ما جماهيره النهاردة حلمت معاه رفعت لافتة في مران الفريق وقالت لهم عايزين البطولة طال انتظارها متأخرة علينا جمهور النادي الأهلي جمهور المصري بقى عنده طموح ياخد كاس العالم للأندية طيب الطموح ده هيجي لك منين هيجي لك من فريق انت واصق فيه فريق ما عنده صعوبات ولا مستحيلات ولا تحديات صعبة ولا أي حاجة فريق يقدر يعمل أي حاجة ده النادي الأهلي على مدار تاريخه على مدار 116 سنة كان دايماً الأهلي كده مع الشمنا والعشم منطق وطبيعي ودايماً النادي الأهلي كان في المعاد إن شاء الله ربنا يكرم هتقول لي أصلاع كريم الفرقة صعبة هقولك صعبة وصعب متحد جد بس الأهلي ما تقلقش عليه الأهلي تصق فيه الأهلي يقدر يحقق المستحيلة لو اعتبرنا أصلاً إن المباراة اللي هتتلاقي ببكرة الساعة 8 مستحيلة وهي مش مستحيلة هي صعبة بس صعبة والنادي الأهلي يعرف يتخطى الصعوبات مباراة بكرة محتاجة نفس الحماس ونفس الروح ويمكن أضعفهم بجانب إمكانيات ومهارات لعب النادي الأهلي علشان نقول مبروك لأول مرة في التاريخ في التاريخ فريق مصري لكرة القدم يصل لانهائي بطولة عالمية احنا أكبر إنجاز في حياتنا برونزية كاس العالم للشباب وبرونزيات الأهلي في كاس العالم للأندية تمتخيل طعم الإنجاز إنجاز هيكون استثنائي في تاريخ كرة القدم المصرية يحصل لأول مرة في التاريخ أنا مش بكلمك عن نادي الأهلي بس بكلمك على كرة القدم المصرية اللي تستحق إنها تكون في المكانة دي كل ده بأقدام وكلوب وروح لعب النادي الأهلي وجهازهم الفني بكرة بإذن الله بإذن الله